انا مش عايزك تقلق خالص انا عندي هنا في كنبور افضل خبراء عشان يعملوا الاستطلاع ده اول بس ما يخلصوا التقرير انا هكلمك وقولك على كل اللي حصل ها بقولك ايه الخبراء وصلوا قداما هم هبقى اكلمك بعد ما خلص معاهم ها 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 عاملين ايه يا شباب انا كنت بتكلم دلوقتي مع عشركي في الشغل وكان بيسألني بقى على الاستطلاع وانت بقى يا بريم قلت له ايه انا قلت له ان انا عندي هنا في كنبور افضل خبراء في البلد هو انتوا اصلا خلصتوا الاستطلاع الاستطلاع احنا خلصناه وتقدر تستلمه ها حلو جدا عدته على كل البيوت صح كل البيوت الا بيت واحد ده بيت مين بقى ده يبقى بيت من مهان تواري ايه وانت ليه ما روحتش تعمل الاستطلاع معاه يكونش قريبك ولا انا معرفش بص يا بريم احنا روحنا لتواري فعلا بس كان قليل الزوق ومدناش اي معلومات مش عايز اعزار انا عايز المعلومات المطلوبة منه باي طريقة بريم انت عايز المعلومات واحنا بقى عايزين اي فلوس اه ايه بريم احنا بننزل من الصبح وبنعمل مجهود ده احنا مفطرناش لحد دلوقتي طب اسمعوا انتوا مش هتاخدوا مني اي فلوس النهاردة ايه الكلام اللي بتقولوا ده يعني احنا عملين نلف على البيوت طول اليوم علشان نعملك الاستطلاع ده وانت جاي بقى تقول ان انت مش هتدينا فلوسنا خالص انا قلت ان انتو مش هتاخدوا اي فلوس النهاردة بس اول ما تخلصوا البيوت طبعا هتفع لكم عشان انا راجل غني قوي اه ايه المشكلة يا بريم لما يكون فيه بيت ما عملناش فيه الاستطلاع يعني ها هقولك ايه المشكلة معجون السنان بمئتين روبية بيقعد معايا عشرين يوم تقريبا فلو اي حد بيستخدمه نفس الاستخدام في خلال شهر يبقى كده هيتكلف تلتمئة روبية ولو استخدموا المد السنة هيتكلف حوالي ستة وتلاتين ألف روبية ففرض واحد هنا يفرق اللي استطلاع بتاعه ده في شغلي وممكن يخسرني مين بقى اللي هيتحمل الخسارة اللي هخسرها سمعتوا يا ملكان انا بجد مش مصدق احنا على الكلام اللي قالوا ده ننسى اي فلوس ممكن يدهلنا تلو انا مش عايزك تقلق من ناحية دي خالص ايش معنى عشان احنا ما عندناش حاجة اصلا ممكن نخسارها يا شباب بقول لكم ايه انا بتكلم جد في الموضوع ده انا عايز الاستطلاع يا بريم صدقني مش هنقدر نعمل حاجة احنا مش هنقدر نتحكم في تصرفات تواري نعمل ايه تلو الكلامه صح انت يا بريم اتصرف مع تواري بطريقتك طب خلاص انا حتصرف مع بيعي الهدوم بطريقة الخاصة الحقيقة مش عارف اقولك ايه انا مش لاقي مسمى للعلاقة دي ممكن يكون اعجاب وممكن تكون معزة او اي حاجة تانية مش عارف فعلا ياريت تسكت وتبطى الفلسفة موسيقى